كيبتاجون الأسد بات مصدر قلق عابر للمحيطات أمر ندعى الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوقيع على قانون لمحاربة الكيبتاجون الذي يشرف نظام الأسد على تصنيعه وتصديره القانون جاء ضمن ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2023 معتبراً إنتاج النظام للكيبتاجون تهديداً أمنياً عابراً إذ يطالب القانون الوكالات الأمريكية بوضع استراتيجية مكتوبة خلال مدة أقصاها 180 يوماً لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات والإتجار بها والشبكات المرتبطة بنظام الأسد في سوريا والدول المجاورة صحيفة ريفيغارو الفرنسية كانت قد نشرت تقريراً في نهاية شهر أيلول الماضي قالت فيه إن سوريا باتت أكبر منتج للكيبتاجون في العالم مشيرة إلى ضبط 250 مليون حبة منه منذ بداية العام الحالي تجارة المخدرات وتصديرها ازدهرت في سوريا عقب الحرب التي شنها نظام الأسد على شعبه عبر شبكات يديرها أقارب رئيس النظام مع شركاء أقوياء بحسب تقريراً سابقاً لصحيفة نيويورك تايمز التي أكدت أن قيمة هذه التجارة بلغت مليارات الدولارات لتتجاوز الصادرات القانونية للبلاد الصحيفة أكدت أن معظم إنتاج وتجارة المخدرات تشرف عليه الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد شقيق رئيس النظام وأن اللاعبين الرئيسيين في هذه التجارة رجال أعمال مرتبطون مباشرة بالنظام وميليشيا حزب الله اللبناني القانون ليس أول قانون يوقع في واشنطن ضد النظام بعد قانون القيصر الهادف للحد من قدرات الأسد على تمويل حربه ضد الشعب السوري وفي هذا الخصوص يتساءل السوريون عن مدى تأثير القانون الجديد على نظام لا تنفع معه إلا لغة واحدة يفهمها جيداً لغة القوة للعقوبات